السلام عليكم طلابنا من مرحلة الثالثة اليوم راح نقرأ على Blood and Blood Products Transfusion of Blood and Blood Products Very Important Subjects In Surgical Practice الموضوع المهم اللي أريد أحكي إياكم به هو مواضيع مهمة راح أحضيكم إياها هي هاي اللي نركز عليه أول موضوع هو l-indications for transfusion in surgical practice اللي هي number one following traumatic incidents where there has been severe blood loss هذا اللي blood loss ممكن يكون من ال-GIT ممكن يكون من اللung ممكن يكون من الفracture أو غيرها open wound, closed wound أي blood loss l-indication اللي هو during major operative procedures for example abdominal perineal or cardiovascular surgery l-indication الثالث هو following severe burns where there may be associated with hemolysis أيضا post-operatively in patient who is anemic نحتاج ندير البلد يلا نسوي له العمل pre-operatively usually in the form of back cell هسا راح نجي نعرف شين هو ال-backed cell given slowly in case of chronic anemia where surgery is indicated urgently هنانا لازم نصلح ال-anemia ماتة اللي هو chronic anemic خصوصا دولة جماعة renal failure or plastic anemia ويلا نسوي لهم العملية يعني نصلح ال-hemoglobin ماليتهم يلا نقدر نسوي لهم العملية to arrest hemorrhage or as a prophylactic measures prior to surgery in patient with hemorrhagic state such thrombocytopenic hemophilia or liver disease how to prepare for blood products for transfusion طبعا هنا لازم المتبرع لازم يكون شخص معافة وسليم ما بيه اي امراض معدية نقل عن طريق البلد اللي هي الهيباتايتس انواعها ال-HIV ال-AIDS المالاريا وغيرها فنسوي له فحوصات بذني الامراض اذا كان سليم ممكن انه يتبرع المريض راح يجيه انام على سدية وراح نجيب اسفاقنومانوميتر اللي هو مثل جهاز الضغط نسوي انفليشن بالأبرلمب ونجيب لوكل انستيزيا ووايد بورد نيدل اللي هي 15 جوج نحطها بالكيوبيتال ميدين فين ونسحب البلد ممكن يتبرع بطل ممكن يتبرع بطلين وبعدها راح نخليه باق هذا الباق بسبيشال ماتيريال اللي هي ستريت بوتاسيوم ديكستروس اللي هي انتيكواجيلانت هذا حتى شنو حتى يمنع تخثر البلد بالباق بلد ستورج طبعا كل البلد هنا يخزن في بلد بنك رفريجريتر يعني ثلاجة خاصة لحفظ الدم بدرجة حرارة أربعة إلى زائد ناقص 20 سنتجريز بلد 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 أوكسجين بلد يعني قابلية الفائدة من البلد كل ما يكون فريش كل ما يكون البلد أحسن شنو الأشياء اللي ممكن نحصلها من البلد من البطل البلد هذا ممكن نحصل البلد ممكن نحصل كلوتينج فاكتر ممكن نحصل white blood cell ممكن نحصل بلد 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 هذاني كلهم ممكن نحصلهم من البلد بطرق خاصة فمثلا هنا عندنا white blood cell rapidly destroyed in stored blood البلد 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 بعد الـ 24 ساعة طبعا هي تحفظ بدرجة حرارة 4 سنتيغريز بعد أن الـ 24 ساعة تقل الفعالية لذلك أن يحتاجها جديد الكلوتينج فاكتر هنا مثل البلد كلوتينج فاكتر 8 كلوتينج فاكتر 5 هذاني أيضا فعاليته تقل بسرعة الباكت ريت سيل الباكت ريت سيل هو ننطي إلى المرضى اللي هم الأطفال وأيضا الكبار بالسن واللي عندهم مشاكل بالكلية وبالقلب الحارت فيلر وغيرها ليش؟ لأنه هنا هذول ما يتحملون كميات كبيرة من البلد فننطيهم باكت ريت سيل حتى ما يصير فلود أورلود وممكن يكون سيف لهم Repeated fractionation of plasma by organic liquids followed by heat treatment result in this plasma fraction. This rich in protein but free from danger of transmission serum hepatitis. هذا ايضا نحتاج بالمغضى لكون لهم سيفير بير. Fresh or frozen plasma. Fresh or frozen plasma stored at minus 4 centigrees and is a good source of coagulation factors. It is the treatment of choice with considerable surgery in patients with abnormal coagulation due to severe liver failure. ايضا نستعمل بي فكتر 9 و هموفيلي بي فكتر 8. Cryoprecipitation. Cryoprecipitation. When fresh or frozen plasma is allowed to thaw at 4 centigrees, a white glutineous precipitate remains. and if supernatant plasma is removed, this cryoprecipite is very rich in factor 8, stored in minus 4. يستعمل بالهيموفيليا اللي هو خصوصا نقص بالفكتر 8. الفكتر 8 constraint, factor 9, ايضا it's good for the patient who have deficiencies in this factor. Fibrinogen. Fibrinogen نستعمله بالمرضى اللي عندهم hypofibrinogeninية or afibrinogeninية اللي يكون بالdisseminated intravascular coagulation. Blood grouping. Blood grouping. هنا تعرفون انه Blood group هي Blood group ABO systemي سموه والRH. لازم نعرف فصيلة الدم للمريض ولازم نعرف الRH. فصيلة الدم تعرفون الA والB والO والAB. الA هو الواهب العام. الB هو المستلم العام. يعني الO negative ممكن نضيه لكل المرضى. اذا ما لقيني فصيلة او ما عرفنا فصيلة الدم نضيه عشوائيا للمريض لحد ما نحضر البلادو جروب. ايضا البلادو جروب لازم نعرف هذا RH negative او RH positive. ليش؟ لانه البلادو جروب هنا مهم من يكون عندنا يصير يعني اختلاف بالفصائل يصير incompatibility. وراح تصير لنا مشاكل اللي هي رينالفيلر وغيرها طبعا طريقة طويلة البلادو جروبينج واكو طويلة الطريقة القصيرة نحتاج الطريقة الطويلة واحد يقول اذا احنا المريض مثلا رأسا يجي للطوارئ خما ننتظر ساعة هو يحتاج دم لا احنا خلال هاي الساعة نطيء الديكستران نطيء الجيلاتين نطيء هماسيل لطيف هذني كلهن رينقار فلويد لحد ما يتحضر البلاد واذا كلش كلش نطيء O negative blood ما يسوي لمشكلة. Incompatibility هي واحدة من المشاكل الشبيرة اللي ممكن تصير عملية نقل البلاد هاي راح تسبب ان antibody present in the recipient serum are incompatible with the donor cell and transfusion reaction will result and this will result in acute renal tubular necrosis and renal failure giving blood طبعا هنا المريض ايضا ننطيء عن طريق large pore needle وينفلوريت 40 drop بالمل ننطيء البلاد وخلال اربع ساعات مو سريع يعني البلاد accordingly to the age and to the weight ممكن ننطيء الاطفال هذا ابو العشر كيلووات مثلا ما ننطي باينت بلاد ننطيء 20 مل بير كيجي يعني كل كيلوغرام من وزنه نطيء عشرين ملوة نحسبش قد نحتاج. ايضا جهاز الاعطاء اللي هو خاص بالاعطاء الدم هو جهاز خاص بفلتر يمنع الفلتر بليتلت اجريغريت واللوكو ساتس. اكو موضوع مهم بالبلاد transfusion هو complication. complication هنانا congestive cardiac failure خصوصا اذا كان عدنا كميات كبيرة من البلاد. ايضا transfusion reaction اللي هي تتقسم الى incompatibility اللي حتين بها. simple pyrexial reaction درجة حرارة عالية. allergic reaction اللي هي hypersensitivity وايضا sensitization to leucocytes and the bloodlets. complication اللي خليه والinfections with malaria with bacterial infection with HIV with hepatitis خصوصا hepatitis B and hepatitis C. ايضا complication thrombophilipitis air embolism and coagulation failure. بقعدنا موضوع البلاد substitutes اللي هي الالبومين والديكستران والجيلاتين. one of the most urgent requirements in patients suffering from acute blood loss is the reestablishment of normal blood volume. this may be achieved by this substance. البومين والديكستران والجيلاتين. يعني اذا نحتاج ان نزيد volume of blood لحد ما يتحضر الدم مالتنا نطيه اما البومين او دكستران او جيلاتين. الالبومين هنا هو can be used while cross matching is being performed. مثل ما قلنا. two to three units are given intravenously over 30 minutes. هنان الفائدة مات الادفانتج انه يحتاج بالمرضى اللي يعدهم loss of protein خصوصا بالبير. وايضا there is no risk of transmission of hepatitis. دكستران. polysaccharide polymers of varying molecular weight producing an osmotic pressure similar to that of a plasma. they have the disadvantage of including rolex of blood or red cell and this interfere with the blood group. يعني شنو معناته هذا؟ معناته انه المريض. من يجينا للطوارئ من نطيه دكستران رأسا نسحب البلد for blood group and cross match. يلا نطيه دكستران لان هذا ممكن يؤثر عن نتيجة ما لتنا نطيه نتائج سلبية. جيلاتين is a high molecular weight around 30,000 is used increasingly as a plasma expander and up to 1,000 ml of 4% solution containing anions and cation is given intravenously. والضعME شكرا